اشتركوا في القناة ومنا عمين درس ملفه من قبل القوة السياسية ومنا اللي تم نفي طرح اسمه بس مع امل نجاح التكليف والتأليف في المرحلة الجاية هل بيعرف رئيس الحكومة الجديدة شو ناطره من مهمات وتحديات مصادر متطلعة لفتت عبر تلفزيون نشرة الى انه اول تحدي عند رئيس الحكومة الجديدة هو اعادة السقة للسلطة بعد الاحداث والاحتجاجات اللي نشأت بـ 17-20 الاول والاخفاءات اللي صارت بسبب اداء الحكومة المستئلة وتابع المصدر انه رئيس الحكومة رح يكون ناطره تحدي مواجهة الوضع الاقتصادي والمالي والعمل على استعادة مشروع الموزنة من المجلس النيابي وتعديل المشروع القائم على انه يكون خالي من الضرائب والرسوم الجديدة لإكراره على امل انه يكون بلا عجز او بنسبة متدنية كتير من العجز حتى يعطي شحنة سقة وامل للداخل والخارج وعلى رئيس الحكومة تنسيق مع حكمية مصرف لبنان والمصارف للخروج من تداعيات الاضرابات المصرفية لشهدات المرحلة الاخيرة واعادة الهدوء للحركة المصرفية وعلى كمان تحريك الاعتمادات اللي بتساهم بتخفيف وطقة الازمات المعيشية وخصوصا اعادة العمل بدعم الاسكان ودعم القطاعات الانتاجية بالبلد لتنشيط الحركة الاقتصادية عموما وتشجيع اللبنانيين على التحول من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الانتاجي اضافي لاعادة السئلة المستثمرين والسعي لجذب الاستثمارات وتشجيع المختربين اللبنانيين على الاستثمار والشغل باللبنان ولفتت المصادر الى انه منواجب رئيس الحكومة الجديدة انه يواجه تحدي النسحين السوريين باللبنان والعمل بكل قوة ومسابرة لاعادة لبلدهم واعتبار هيدا الملف اولوية كما انه لازم ياخد التدابير اللازمي للوقاية من الفساد والعمل على المسائلة والمحاسبة ومشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة كما انه ناطره مهمة الدفع بالتدابير اللازمي لتحقيق السئلالية السلطة القضائية وعلى رئيس الحكومة السعية لتفعيل مؤتمر سادر واللي عمل على التنسيق مع الدول المعنية ليشتغل بمواجبات المؤتمر اضافي لمتابعة ملف التنقيب عن النفط وموضوع ترسيم الحدود والتمسك بحق لبنان بالارض والمي والنفط والغاز محمد زهوي تليفزيون نشرة لا تنسوا تعملوا السبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيس بوك اشتركوا في القناة